سنت عالي أنا هنا شغليتي ميتان أسيست في شرم الشيخ مبدئيا نحن نستضيف الباسنجرز من أول ما يبتدوا ينزلوا من الطيارة نسكندر باسبورتز نقول لهم الفاصلتز الموجودة للبلد مخاليها متاحة زي الجريم باسز، الترانسپورتاشنز، كل شيء وبعد كده نبتد نخرجهم، نركبهم الباسز لحد ما نتأكيد نهما وصلوا لقتالز بسلام اسمي كنزي هاب، نحن دللللاتي عندنا 5 لائنز بنقسم الناس عندهم عشان يبقى فيه ترانسپورتاشن أسهل لهم عندنا الريد واليالو والغرين والبلو لائنز دول بيروحوا الترانسپورتاشن عشان الناس يبقوا عارفين هما من أنه كل ترانسپورتاشن لها بس لهم معين دول بتسهل لهم إن هما يتنقلوا من المطار على القوتيل بتاعهم أول حتى الزون اللي هما رايحنا أنا اسمي محمد صلاح ووظفتي في المطار هنا ميتان ده أسست مفروض نحن بنقابل الوفود اللي جاية تحضر المؤتمر أو تشارك في المؤتمر أو سبيكرز في المؤتمر وبنبتدي نوجههم للجوازات أو بنبتدي نوجههم للشونط ده أولا ثانيا بنبتدي نحن نشوف الترانسپورتاشن لينز بتاعتهم عن طريق ان احنا بنوجههم للباسز الزونز اللي هما مفروض هيتوجهوا ليها وبنوجههم للشركات الاتصالات اللي هي مفروض بتقدم خطوط محمول خطوط مجاني وبنبتدي نساعدهم في الإجراءات بناخد الكونتكتس نومبر بتاعتهم عشان نبتدي نتابعهم على فترة المؤتمر نبتدي نسهل لهم أي إجراء هما محتاجينه أو كده لحد ما نتمن ان هما بيعدوا من الجمارك وبيخرجوا من المطار ويركابوا الباسز ويوصل للأوتلز بتاعتهم انا اسمي فريدة احنا امان اي بنساعد الناس يوصلوا للباسز بنعمل سكاننج للباسبورت بتاعتهم عشان نتأكد ان هما معنا وبعد ما نسكان بنعرف قوتلاتهم وكده عشان نوصلهم للأوتلات ونبقى فيه كونتكت بيهم عشان لو حصلت اي مشاكل ترجمة نانسي قنقر